انا زيادة بشاكر انا مهندس بيئي ومهندس صناعي وحتى ولو عندي ماسترز بهيدول الاختصاصيان بالبنان انا معروف بماستر قاربجمان وعلى الارجح انا الزبال الوحيد بالشر الاوسط اللي عنده ثلاث شهدات هندسي بس عندي كمانا شي ثلاثين سنة خبرة صرت بموضوع معالجة النفايات واشتغلنا انا والمجموعة تبعي وحتى مع الاسادي تبعي لما كنت بالجامعة على تطوير مبدأ صفر نفايات الى المطمر بدنا ما بدنا نبعد شي على المطمر ابدا وربطنا كمانا معالجة النفايات بالحقل الزراعي والحقل الصناعي على السريع نحن منبلي مصانع ما منعمل مطامر وتحت هيدا المبنى المسكر بصير كل الشغل ومنعتبر انه النفايات هي مورد ومواد اولية كتير مهمة منبلش بقاية الطعام نحن منحولهم الى سماد نحن من اكبر شركة منتجة للسماد العضوي الطبيعي في لبنان ونرجع من عيد بيع وفيتين بمشاريع زراعية بزراعة القمح وكل انواع الخضار منشتغل كتير مع الريسايكلين اندوستريز الاستابلشت ان كان بموضوع التنك والحدديات يتم تصديرها والورق والكارتون في مصانع موجودة نحن نقوم بالمصانع من خلال هذه المواد من خلال مصانع التدوير وإعادة الإنتاج نعمل مع صناعات الأزاز كمان نعمل مع صناعات البلاستيك الموجودة لا نحب تتعامل مع أحد موجود يعمل شغل بالعكس نحب نساعده ويكبره الشغل كل شيء تتعامل بلاستيك الموجودة لذلك نعمل معه بطريقة تجارية مستدامة ولكن نحن نتميز أنه طورنا تقنيات لمعالجة البلاستيك الذي لا يريده الذي يريده على المطمر و الذي يريده أن يحرقه كثير مضر حرق البلاستيك لا تقبلوا أبدا أن ينشئوا مصانع حرق للنفايات ببلادكم نحن من هذه طورنا تقني ونعمل أربع سنين نعمل نعمل ألواح ونعمل بكميات كبيرة ونعمل كمان نعمل مثل بلاستيك وهنا فتح عنا باندورا بوكس طويل عريض لأنه نعمل ناخد كل هالكميات البلاستيك الكبيرة ونعمل فيها كتير إشياء مننا الحيطان الواقفة المزروعة يلي تستعمل بالمدن لزيادة المسيحات الخضراء منعمل ستريت ريسايكلين هيدا كله من ريسايكل كمان منحطن بالكوميونيتيز لنعطي للناس بنية تحتية يلي بده يفرز نفاياته يقدير يستعمل خلقنا شركة رديفة شغلتها بس هي فورتيكل فارمينج من ريسايكل ماتيرييل عملنا هيدا الديزاين وهيدا الديزاين فينا نحطه على الأسطح أو بالأراضي الصغيرة وبيقدر ينتج بطريقة كتير كثيفة الأطعمة منطعمة منشتغل كمان البلاستيك مع صناعات التركيب الألوح الشمسية أغطية الرجارات بالطرقات فورنتشر ميشين غاردنز كله معمول من 100% ريسايكل بلاستيك المترجمات حتى للحصول منطبالة للشحن خصوصي الفود وكمان منفوت بموضوع الاندستري وخصوصي ان كولد لأن البلاستيك عنده بيتحمل الـ بطريقة أحسن إذا بيتحبوا تعرفوا بعد أكتر عندي ثلاثة دوكومنتريز على اليوتيوب زيرو ويست كيف ننشؤ خطط صفر النفيات بحيالة بلدان وطريقة الزراعة العمودية وآخر دوكومنتري عملته عن مدار محركات النفيات اسمه الانسينيريتر لبيروت شكراً لك سيد زياد عميدنا في هذه القلسة مع خبرة في إدارة شركتك فوق ثلاثين سنة صح ولا لا ماذا ما هي خطط زياد نحو العالمية لأنك لحين قمت بعمل كبير في إدارة النفايات وإعادة تصنيعها ولما نتكلم عن الموضوع المدن المدن المستدامة المدن القضرة هذا أكبر تحدي في كل مدينة أنه فعلاً موضوع إدارة وهذا التصنيع النفايات حتى تنساها أنه نحن نعيش في مدن نظيفة يعني شوفوا أنتم المدينة اللي عايشين فيها عايشين في مدينة نظيفة ولا لا يرقع الفضل الأشخاص اللي قاسين يشتغلوا في هذا المقال فمن خلال خبرتك ثلاثين سنة ما هي خططك أو التحديات اللي تخليك تكون خارج لبنان لكن للصراحة ما كان في عنا لا أعرف كل الناس يريدون أن يذهبوا عالمياً ويصير لديهم شركات كثيرة كبيرة لم يكن واحد من الأجل لأن أنا تربيت في تربية فيها فلسفة بيئية أن تتكلم وشفت أنه في لبنان في كثير شغل وإذا بدنا نظهر قليلاً برات لبنان فينا نظهر بالبلدين أو بالشرق الأوسط يعني ما كتير مهتم روح أعمل هيدا الشغل بكليفلند أو بساو باولو التحديات هي المشكلة الكبيرة هي الزهنية الصانعي القرار أو اللي هن بالدولة أو بالحكومة كيف بيقاربوا موضوع النفايات بالنسبة لقلهم دايماً النفايات هي مشكلة ويمكن أكبر تحدي عندنا يا إلنا نحنا هو إنهم أبنعهم إنه هيدا النفايات هي مورد هي مورد وليزم تغيروها يصير عندكم بالتفكير و يعني ما بعرف هوني قديش بتطلعوا نفايات بالنهار بس بعرف إنه بلبنان بلبنان كل طون نفايات بيطلع قدرين نخلق منه سبع وظايف ونحنا منطلع تقريباً خمس تلاف طون بالنهار سو إماجن قديش الفرص خلق حركة اقتصادية وخلق فرص عمل وما تنسو كمان إنه هيدا هي هون هؤلاء عملية بس أنت عم تشتغلي مع مزارعين عم تشتغلي مع شركات بيركبوا طاقة شمسية عم تشتغلي مع شركات بتشحن يعني النتورك كان بيكون سو بيك إنه برابر ويست مانيجمنت إذا عنجد في حدا نقدر يشوف البوتنشل تبع هالشي هيدا وتجريد حيوج لوكال إكتفادي